اتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن العاهلة الأردنية الملك عبدالله الثاني في البيت الأبيض وأجر الزعيمان محادثات في المكتب البيضوي ومن ثم سيعقدان مؤتمرا صحفيا ويأتي الاجتماع في وقت يطالب فيه بايدن إسرائيل صراحة بعدم شن هجوم بري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة من دون وجود خطة لحماية المدنيين الفلسطينيين الذين يحتشدون هناك وأمسي الأحد تحدث بايدن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نيتنياهو وقال البيت الأبيض إن بايدن شدد على أن أي عملية عسكرية في رفح ينبغي ألا تمضي قدما من دون وجود خطة يعول عليها وقابل للتنفيذ لضمان سلامة ودعم أكثر لمليون شخص يلوذون بها منذ هذا العناق بعد هجوم السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل ألف ومئتي شخص لم يخفي الرئيس جو بايدن إحباطه المتزايد إزاء ارتفاع عدد القتل المدنيين في غزة ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نيتنياهو لوقف إطلاق نار يفضي إلى اتفاق سلام طويل الأمد ولكن المخاوف الأمريكية من هجوم إسرائيلي محتمل على آخر أماكن النزوح الفلسطيني في رفح جنوب غزة زاد من الشرخ في العلاقة بين الزعيمين بحسب وسائل إعلام أمريكية نقلت عن بايدن قوله إن التعامل مع نيتنياهو أصبح مستحيلا رغم ذلك تحدث بايدن إلى نيتنياهو يوم الأحد للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وسط مخاوف أمريكية متزايدة بشأن خطط شن عملية عسكرية في رفح حيث يحتمي حوالي مليون وأربعمائة ألف مدني بايدن أبلغ نيتنياهو في المكالمة الهاتفية أنه يعتقد أن العملية العسكرية في رفح لا ينبغي أن تستمر دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لحماية الفلسطينيين وتقديم المساعدة لهم بحسب ما ذكر البيت الأبيض وركز جزء كبير من المحادثة التي استمرت 45 دقيقة على اقتراح هدنة إنسانية من شأنها أن تسمح بالإفراج عن الرهائن في غزة بحسب مسؤولين أمريكيين مع هذه الإحباطات الأمريكية نقلت شبكة MBC عن مسؤولين أن إدارة بايدن بدأت تنظر في خيارات مثل إبطاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل كوسيلة ضغط وربما تحول في السياسة يقضي بصياغة خيارات للاعتراف رسميا بدولة فلسطينية وفي نهاية رحلته الخامسة إلى الشرق الأوسط والتي انتهت دون التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين أنه سيعمل في الأسابيع المقبلة على اتباع مسار حقيقي نحو السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين مع كل هذه الصعوبات تواصل الإدارة الأمريكية طرق جميع أبواب التهدئة إذ يقوم مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بينز بزيارة إلى القاهرة الثلاثاء لمواصلة المفاوضات مع مصر وقطر بشأن تنفيذ مقترح إطاري لوقف القتال معنا الآن من ولاية باسيفانيا عبر خدمة سكايف جيرالد فيرستين السفير الأمريكي الأسبق لدى السعودية سعدت السفير فيرستين أهلا بك في البداية نريد منك قراءة في الموقف الأمريكي حاليا البيت الأبيض بالتحديد من العملية الإسرائيلية المرتقبة في رفح هل هناك ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي؟ هل هو بشروط؟ هل لم يعد متاحنا الآن هذا الضوء الأخضر؟ هل ينتظر إشارة ما؟ ما هي قراءتك؟ نعم، بالتأكيد ومع استمرار هذا النزاع وعدد الضحايا من الأبرياء الفلسطينيين ارتفع موقف الإدارة وفهمها لأهداف إسرائيل في غزة كل هذا أصبح أكثر تعقيدا وهناك قلق بشأن نوايا إسرائيل قلق يتعمق أكثر وأكثر ورأينا هذا بوضوح في الأيام الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالمؤشرات من رئيس الوزراء نتنياهو أنه يعتزم الاستمرار في الحملة البرية ونقلها إلى رفح وفي الواقع هو طلب من المدنيين الفلسطينيين أن يهربوا في بداية العملية وهذه كارثة محتملة والإدارة أرسلت رسائل تحذير واضحة إلى إسرائيل من أنها تعتبر هذا أو تعتبر الاستعداد للهجوم غير كامل لأن هناك إمكانية لوقوع عدد مرتفع من الضحايا المدنيين وبالتالي لا تريد أن ترى الإسرائيليين يمضون قدما نعم سيد السفير فيرسن هل تعتقد أن هناك ربما قواعد وخطط عملية يمكن الجزم بأنها ستساعد في تجنب المدنيين في حرب مثل هذه أعتقد بالطبع سمعنا من رئيس الوزراء نتنياهو أنه سيعمل ترتيبات لإخلاء المدنيين من منطقة رفح ولكن المراقبون بما فيهم الموجودون في الولايات المتحدة لديهم شكوك في أن الإسرائيليين لديهم خطة أو يمكن أن يبلوروا خطة حق ذلك وبالطبع هناك قلق مستمر من أن على الأقل البعض في حكومة إسرائيل الذين يؤمنون بأن الحل هو إرغام الفلسطينيين على مغادرة غزة كلية والانتقال إلى مصر وهذا غير مقبول كلية هنا في الولايات المتحدة وفي مصر وعلى الصعيد الدولي وسينظر إليه على أنه عملية تطهير عرقي وهذه بالطبع جريمة حرب هناك إذن وضعية الآن تتحدث كثير من وسائل الإعلام هنا في الولايات المتحدة تنقل أن الرئيس بايدن ممتعد جدا من طريقة التعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغير موافق بصورة كلية عما يمكن أن يحدث في عملية رفح الآن في ظل هذه الظروف ما هي الطريقة الأمثل للولايات المتحدة للتعامل مع حليف قوي كإسرائيل مع بعض الأمور التي لا تعجب الإدارة الأمريكية أعتقد أن هذا مرة أخرى الولايات المتحدة أصبحت محبطة جدا من رئيس الوزراء نتنياهو وقد رأينا عدد التصريحات التي أدلت بها الإدارة مباشرة أو بهدوء وهذه التصريحات أصبحت تعبر عن غضب أكثر وأكثر وتعبر عما نريد أن نراه من إسرائيل الرئيس قطع شوطا طويلا والكثير من الناس يعتقدون أنه عبر عن تأييده إلى إسرائيل بعد السادس من أكتوبر بطريقة أكثر مما ينبغي وأن إسرائيل استغلت رغبته في إظهار التضامن معها ومع الشعب الإسرائيلي في لحظات عصيبة ولكنهم في الواقع خلقوا مشاكل خطيرة للولايات المتحدة وللمجتمع الدولي وهم يحاولون إحداث توازن بين فهم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مقابل العدد الرهيب من الضحايا الفلسطينيين الأبرياء سيد سفر جلال فلسطين برأيك ما هي العوامل اليوم التي تحدد هذه العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل أعتقد أن هناك عدة قضايا الآن المسألة ليست فقط النزاع داخل غزة وإنما عدم استعداد حكومة إسرائيل للتعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة ومع المجتمع الدولي بشأن الإعداد والتخطيط لليوم التالي وكذلك بعض الأفكار الإسرائيلية بخصوص ما يمكن أن يفعلوه أو يعتقدوا أنه يجب أن يفعلوه من ناحية الأمن والحفاظ على تواجد عسكري في غزة بعد انتهاء النزاع ومرة أخرى هذا يتناقض مع وجهة النظر الأمريكية أيضا هناك قلق بشأن ما يحدث في الضفة الغربية لا يجب أن ننسى أن الموقف في الضفة الغربية أيضا متوتر إلى حد كبير وهناك عدد من العمليات الإسرائيلية التي تمت في جنين وأماكن أخرى في الضفة والتي زادت من التوتر وساهمت في ارتفاع حدة العنف وعلى حكومة إسرائيل أن تفعل المزيد لمنع الأعمال العنيفة من قبل المستوطنين المتطرفين الموجودين في الضفة الغربية هناك عدة قضايا مختلفة وكلها تلتأم سويا حاليا وتؤدي إلى خلق توتر ومشاكل في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية شكرا جزيلا لك سفيرنا الأمريكية الأسبق لدى السعودية جيرالد فيرستين كنت معنا من بانسلفانيا شكرا جزيلا قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إنه من غير المستحسن دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح دون خطة قابلة للتنفيذ لأجل سلامة أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى المدينة لا نعتقد أنه من المستحسن المضي قدما باتجاه رفح دون خطة سليمة وقابلة للتنفيذ وفعالة وذات مصداقية وذلك من أجل سلامة أكثر من مليون فلسطيني لجأوا إلى رفح لقد غاضروا الشمال وتركوا خان يونس باتجاه الجنوب لمحاولة الهروب من الأعمال القتالية لذا فإن إسرائيل ملزمة بالتأكد من قدرتها على حمايتهم ربطت الخارجية الأمريكية أي موافقة من واشنطن على العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق في رفح بقطاع غزة بمنضامين الخطة التي يعدها راهنا الجيش الإسرائيلي لهذا الغرض وقال الناطق باسم الخارجية ماتيو ميلر إنه من دون خطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ فإن واشنطن لن تعطي إسرائيل الضوء الأخضر للعملية لا يشير تقييمنا للغارات الإسرائيلية الأخيرة إلى أنها جزء من عملية واسعة النطاق برفح لقد رأينا الأمر الصادر الأسبوع الماضي من رئيس الوزراء للجيش الإسرائيلي بأداد خطة للتعامل مع رفح ونتطلع إلى مراجعة هذه الخطة والاطلاع على تفاصيلها وسنوضح على غرار ما فعل الرئيس بايدن خلال اتصاله بنتنياه الأحد أنه من دون خطة ذات مصداقية وقابلية للتنفيذ فإننا لن ندعم عملية عسكرية مواسعة في رفح قال وزير الخارجية الأمريكي أنتولي بلينكين في تغريدة على منصة أكس إن الولايات المتحدة ستواصل اتباع مسار حقيقي نحو السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين والجميع في المنطقة أضف بلينكين أن هذا المسار هو المستقبل الذي ستعمل واشنطن من أجل تحقيقه في الأسابيع والأشهر المقبلة هذه رحلة الخامسة إلى المنطقة منذ السابع أكتوبر عقدت خلالها اجتماعات في مصر والسعودية وقطر وإسرائيل وظيفة الغربية كانت تركيز في هذه الاجتماعات على محاولة تأمين صفقة لإعادة الرهائن إلى منازلهم وعمل المزيد لحل الوضع الإنساني في غزة خلال رحلة تلقينا ردا من حماس على المقترح الذي سغناه مع قطر ومصر حول الرهائن سوف نستمر في اتباع مسار حقيقي نحو السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين والجميع في المنطقة هذا هو المستقبل الذي سنعمل من أجله في الأسابيع والأشهر المقبلة ندعوكم الآن مشاهدين إلى جولة في أبرز ما تناولته الصحف الأمريكية اليوم الاثنين بشأن الحرب بين إسرائيل وبين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بداية جولتنا في الصحافة الأمريكية مع مقال للنيويورك تايمز تحت عنوان فلسطينيون في رفح يصفون الليلة المليئة بالرعب أثناء عملية إنقاذ الرهينتين نقلت الصحيفة عن فلسطينيين من سكان رفح قولهم إنهم قضوا ليلة من الخوف عندما ضربت الغارات الإسرائيلية المنطقة في وقت مبكر مما أسفر عن بقتل وجرح العشرات وضفت الصحيفة أنه في ظل العمليات الإسرائيلية المكثفة يتساءل سكان رفح عما إذا كان ينبغي عليهم إخلاء المدينة قبل الهجوم البرية الإسرائيلية المتوقع على المدينة ووفقا للصحيفة فإن العديد ممن نزحوا بالفعل عدة مرات منذ بداية الحرب قالوا إنهم لا يملكون مكانا آخر يذهبون إليه ننتقل إلى الوستريت جورنل ونقرأ مقالا تحت عنوان إسرائيل تنقض رهينتين كانت حماس تحتجزهما في غزة قالت الصحيفة إن إنقاذ الرهينتين سيوفر انتسارا لرئيس الوزراء بريمين نتنياهو داخل إسرائيل في ظل الضغوط الدولية التي يتعرض لها لإنهاء الحرب خاصة من الولايات المتحدة حول توسيع محتمل للعمليات العسكرية لتشمل رفح الصحيفة أضافت أن نتنياهو يواجه ضغوطا متزايدة من عائلات الرهائن للموافقة على اتفاق مع حماس لإعادة الرهائن المتبقين قبل قتلهم أو إصابتهم بسبب القتال مشيرة إلى أن نجاح العملية أعاد الأمل في إمكانية العثور على رهائن آخرين نبقى دائما مع الوستريت جورنال ونقرأ مقال رأي هذه المرة تحت عنوان البيروقراطي المسن يحبط خطة الغرب لغزة الصحيفة قالت إن إصرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على البقاء في السلطة يعرقل الخطط الخاصة بغزة حيث تريد الولايات المتحدة وحلفاؤها العرب أن تحكم السلطة الفلسطينية بدلا من حماس وضفت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية هي المرشح الوحيد أمام المسؤولين الغربيين والعرب للاطلاع بالمهام الشاقة المتمثلة في إعادة بناء غزة واستبدال حماس إلا أن هناك تساؤلات متزايدة حول ما إذا كان عباس وقيادة الضفة الغربية مناسبين لهذا الغرض نختم جولتنا بمقال في صحيفة واشنطن بوز تحت عنوان وكالة الأنروا تكافح لخدمة غزة مع تزايد التدقيق بشأن صلاتها المزعومة بحماس الصحيفة قالت إن وكالة الأنروا تعمل من أجل الحفاظ على سمعتها في ظل مزاعمة بعلاقتها مع حركة حماس كما تعمل أيضا على الحفاظ على عملياتها المنقذة للحياة في غزة وضفت صحيفة أن ضغوط السياسية على وكالة الأنروا تساعدت بعد إعلان إسرائيل قبل يومين أنها اكتشفت نفقا يمر تحت المقر الرئيسي للأنروا في مدينة غزة وطبعا هذا الأمر نفته الوكالة وفقا للصحيفة فإن المزائم الإسرائيلية السابقة حول علاقة الأنروا بحماس دفعت الولايات المتحدة وألمانيا أكبر منحتين إلى تعليق التمويل إلى جانب أربع عشرة دولة مما يهدد ملايين الفلسطينيين في غزة اشتركوا في القناة قال مسؤولون أمريكيون أن الصين تتحرك بشكل سري لتأمين قاعدة بحرية على الشواطئ الغربية لقارة إفريقيا فيما تقود الولايات المتحدة جهودا موازية منذ أكثر من عامين لإقناع الزعماء الأثارقة بمنع بكين من إنشاء ميناء على مياه الأطلسية مساعي صيني حثيث لتأمين نفوذ استراتيجي بمحاذاة سواحل غرب إفريقيا مسؤولون أمريكيون رصدوا تحركات صينية سرية لتأمين قاعدة بحرية على الشواطئ الغربية لقارة إفريقيا فيما تقود الولايات المتحدة جهودا موازية منذ أكثر من عامين للحد من نفوذ بكين عبر إقناع الزعماء الأفارقة بمنع الصين من إنشاء ميناء على شاطئ المحيط الأطلسي صحيفة وولستريت جيرنل قالت إن رئيس الجابون السابق علي بونجو أبلغ في أغسطس الماضي أحد كبار مساعدي البيت الأبيض بأنه وعد سرا الرئيس الصيني تشي جينج بينج بأن بكين يمكنها نشر قوات عسكرية على ساحل المحيط الأطلسي في الجابون وبحسب الصحيفة فقد حث نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر بونجو في حينه على سحب العرض وفقا لتحليل الصحيفة تعتبر الولايات المتحدة المحيط الأطلسي بمثابة ساحة استراتيجية أمامية وترى أن الوجود العسكرية الصينية الدائم هناك يشكل تهديدا خطيرا للأمن الأمريكي خاصة في حالة وجود قاعدة بحرية تسمح لبيكين بإعادة تسليح وإصلاح السفن الحربية وفي منفت الخارجية الصينية أي علم لها بالخطط العسكرية للحكومة في الجابون أكد مسؤول في جهاز الأمن القومي الأمريكي أن واشنطن على ثقة من أن الجابون لن تسمح بوجود دائم للجيش الصيني هناك كما لن تسمح لبيكين ببناء منشأة عسكرية صينية وتعد إفريقيا ساحة تنافس ناشئة للنفوذ العالمي حيث ضخت بيكين مليارات الدولارات على شكل قروض ومساعدات واستثمارات في تلك البلدان كما تسعى روسيا إلى تعزيز وجودها أيضا ويرى محللون أن القارة الإفريقية تتحول تدريجيا إلى ساحة للتنافس الاقتصادي الجيوستراتيجي بين القوى الكبرى ليس فقط لأجل السيطرة على موانئ الأطلسي الشرقية وإنما أيضا لما يتيحه الاستثمار مع قارة الإفريقية من فرص للحصول على الحصة الأكبر من ثروات إفريقيا المعدنية التي تشكل وفقا لبعض الإحصاءات الأممية نحو 33% من مجمل الثروات المعدنية على مستوى العالم من ولاية فرجينيا الأمريكية معنا الآن عبر سكايب فيل كارتر الدبلوماسية الأمريكية السابقة فيل جابون ونائب القائد السابق لأفريقوم أهلا بك سيد فيل كارتر في البداية السؤال الذي يتبادر ما الذي تبحث عنه الصين من خلال إنشاء قاعدة عسكرية أو محاولة إنشاء قاعدة عسكرية على ضفة الأطلسي بصورة أساسية الصين تعمل على توسيع حضورها عالميا والمحيط الأطلنطي منطقة تسمح لهم بالوصول إلى موارد هامة وأيضا الصين كانت تبحث عن هذه الموارد لدعم اقتصادها وهي نظرت على الإطلنطي كمنطقة استراتيجية من ناحية المنافسة مع الولايات المتحدة وأيضا تأمين الخطوط الملاحية التي تسمح لهم باستخراج المزيد من المعادن من كل من أمريكا اللاتينية وإفريقيا وما الذي تشعر به الولايات المتحدة من تهديد في هذه المساعي الصينية بصورة أساسية أعتقد أن الموضوع هو إبعاد الصين بشكل دائم بمعنى قواعدها ومنشآتها عن الساحل الأطلسي وهذه أولوية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي وبالتالي الانخراط مع كل الدول التي تقع على الساحل في أمريكا اللاتينية فيل كارتر الدبلوميسي الأمريكي السابق في القابون ابقى معنا فقط سنتحول الآن لمتابعة جزء من المؤتمر السحفي المشترك بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل الأردني في البيت الأبيض نتابع بما في ذلك المدارس والملاعب والأحياء في الأشهر الأربعة الماضية مع استمرار الحرب الشعب الفلسطيني عانى من خسائر الكثير الكثير حوالي 27 ألف فلسطيني قتلوا في هذا النزاع وهم من الأبرياء من الأطفال والنساء بما فيهم آلاف الأطفال والآلاف ليس لديه فرصة الوصول إلى الطعام والماء والخدمات الكثير فقد العديد من أقاربهم ولم تكن هناك فرصة حتى لدفنهم وهذا يفطر القلب وكل حياة بريئة في غزة هي مأساة كما هو فقدان كل حياة بريئة في إسرائيل هذه مأساة ونحن نصلي لهذه الأرواح أرواح الفلسطينيين والإسرائيليين والعائلات الثكلة لا نصلي فقط من أجل السلام وإنما نعمل بنشاط من أجله ومن أجل الأمن والكرامة للشعب الفلسطيني وللشعب الإسرائيلي نعمل على هذا ليلة نهار مع المملكة ودول أخرى في المنطقة للعثور على طرق لإعادة الرهائن تخفيف الأزمة الإنسانية وجلب السلام إلى غزة وإسرائيل سلام دائم وحل الدولتين لشعبين وكما ناقشت أنا والملك اليوم الولايات المتحدة تعمل على صفقة رهائن بين إسرائيل وحماس تجلب فترة فترة هدوء فورية ومستدامة على الأقل لستة أسابيع ونستخدم هذه الفترة للبناء عليها اتصلت برئيس الوزراء نتنياهو وقادة مصر وقطر للدفع بهذا إلى الأمام العنصر الأساسي للصفقة موجودة على الطاولة هناك ثغرات ولكن أشجع القادة الإسرائيليين على العمل للوصول إلى هذه الاتفاقية وأمريكا ستفعل كل ما يلزم الملك وأنا نقشنا الموقف في رفح وكما قلت بالأمس العملية العسكرية الرئيسية في رفح لا يجب أن تمضي قدما بدون خطة ذات مصداقية لتأكد من سلامة ودعم أكثر من مليون من الفلسطينيين هناك الكثير منهم نزحوا عدة مرات هربوا من العنف في الشمال والآن هم موجودون في رفح هم يحتاجون إلى الحماية وقد أوضحنا هذا منذ البداية نحن نعارض أي نزوح قصري للفلسطينيين من غزة الملك وأنا نقشنا اليوم بالتفصيل كيفية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وأنا وفريقي نعمل على إدخال المزيد من المساعدات قمنا بحث الكونغرس لأشهر لإيصال المساعدات إلى إسرائيل وإلى الفلسطينيين الأبرياء تحدثت مع الشركاء في المنطقة بما فيهم الملك لتسهيل تدفق مثل هذه المساعدات إلى غزة قدر الإمكان وأن تصل هذه المساعدات إلى الناس المحتاجين نريد أن نعمل على فتح معبر رفح وكرم أبو سالم ونصر على أن المعبرين يبقيان مفتوحين أيضا نعمل بلا هوادة لتأكد من أن عمال المساعدة يحصلون على المساعدات ويوصلونها إلى الأماكن التي تحتاجها أشكر الملك على كل ما فعله لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة قبل أيام هو شخصيا كان في الطائرة التي أسقطت المساعدات الطبية الملحة وأعرف أن اثنين من أبنائه انضم إليه ولسنوات الملكة أيضا كانت مناصرة قوية للشعب الفلسطيني خاصة النساء والأطفال قيادتك يا صاحب الجلالة والتزامك موضع الثناء ونعمل على خلق الظروف لسلام دائم ومع ضمانات أمنية لإسرائيل وأحلام الفلسطينيين في الدولة تتحقق أقول هذا كداعم قديم لإسرائيل هذا هو الطريق الوحيد لضمان أمن إسرائيل على المدى الطويل والفلسطينيين يجب أن ينتهزوا هذه الفرصة والسلطة الفلسطينية يجب أن تقوم بإصلاح نفسها حتى تستطيع قيادة الشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وغزة عندما ينتهي حكم حماس لغزة يجب أن يكون هناك استعداد لبناء دولة تقبل السلام ولا تؤوي الإرهابيين مثل حماس والجهاد ونعمل على إنهاء ما بدأناه لجلب السلام بين إسرائيل وجاراتها العربيات بما فيها الدولة الفلسطينية هناك جهود كانت موجودة قبل السابع من أكتوبر وهي أكثر إلحاحا هذه الأيام لا أحد يفهم أفضل من الشركاء والحلفاء في المنطقة بما فيهم الملك ما نحتاجه ونحن ممتنون لصداقته ودور الأردن الفريد كحامية للمقدسات في القدس نقدر صداقته رأينا هذا قبل أسبوعين عند قتل ثلاثة جنود أمريكيين في القاعدة في الأردن قرب الحدود السورية من قبل مجموعات متشددة مدعومة من قبل إيران تعمل في سوريا والعراق منذ ذلك الوقت الولايات المتحدة ضربت أهداف في العراق وسوريا وردنا لا يزال مستمر ونحن ممتنون لشركائنا مثل الملك الذين يعملون يوميا على تعزيز الأمن في المنطقة وخارجها أوقات عصيبة مثل هذه عندما تكون الروابط بين الأمم أكثر أهمية أنا وجيل نرحب بالملك وبالملكة تفضل فخمة الرئيس شكرا على شكرا لكرم ضيافتك طبقا لي ولوفدي زيارة اليوم تحمل معنا إضافيا وبلدان تحتفل هذا العام بـ 75 سنة من الشراكة نأمل أن هذا يحتفل بعلامة فارقة ونأمل أن يكون هذا في ظروف أفضل في منطقتي ولكن لسوء الحظ هناك حرب مدمرة لا تزال مستمرة في غزة حوالي مئة ألف نسمة قتلوا وجرحوا أو فقدوا أغلبية هؤلاء من النساء والأطفال لا يمكن أن نقبل بهجوم إسرائيلي في رفح من المؤكد أنه سيفرز كارثة إنسانية أخرى والموقف لا يمكن احتماله لأكثر من مليون نسمة دفعوا إلى منطقة رفح منذ بداية الحرب لا يمكن أن نقف صامتين وندع هذا يستمر نحتاج إلى وقف دائم لإطلاق النار هذه الحرب يجب أن تنتهي ويجب أن نعمل بشكل ملح على التأكد من توصيل مساعدات كافية إلى غزة عبر كل نقاط العبور الممكنة والآليات الممكنة وأشكرك سيد الرئيس على دعمك في هذا الموضوع المواد الإغاثية والطبية الافتقار لها يؤدي إلى ظروف كارثية نحن نعمل على مساعدة أهل غزة عبر هذه الأزمة الكارثية وهذا نجح في مجالات أخرى خاصة في الأردن حيث 2.3 مليون لاجئ مسجلون ضروري أن تستمر أنرو في الحصول على الدعم الذي تحتاجه للقيام بمهمتها التهديد الخاص بالنزوح للفلسطينيين أبعد من غزة والضفة الغربية هذا شيء ننظر عليه بقلق شديد ولا يمكن أن نسمح به في نفس الوقت لا يجب أن نتجاهل الموقف في الضفة الغربية وفي المواقع المقدسة في القدس حوالي 400 فلسطيني قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر بما فيهم تقريبا 100 طفل وحوالي 4000 جريح استمرار التصعيد من قبل المستوطنين في الضفة والقدس وتوسع المستوطنات غير القانونية سيجلب الفوضى إلى المنطقة بكاملها وأغلبية المصلين المسلمين غير مسموح لهم بدخول مسجد الأقصى والكنائس المسيحية عبرت عن قلقها بشأن القيود المتزايدة والتهديدات أيضا مهم جدا أن نؤكد على أن فصل الضفة عن غزة لا يمكن أن نقبل به سبع عقود من الاحتلال والموت والدمار أثبت بدون أي شك أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون أفق سياسي المنشآت الأمنية ليست هي الإجابة لن تجلب السلام والمدنيون من الطرفين سيدفعون لهذا النزاع المستعصي وكل الهجمات ضد المدنيين الأبرياء النساء والأطفال بما في ذلك في السابع من أكتوبر لا يمكن أن يقبلها أي مسلم كما أكدت عليه في السابق يجب أن نتأكد أن فضائع الأشهر الماضية منذ السابع من أكتوبر لا تتكرر أبدا ولا يقبلها أبدا أي بشر يجب أن نعمل سويا إلى جانب الشركاء العرب والمجتمع الدولي علينا أن نصاعد جهودنا للوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة وأن نبدأ فورا في العمل على خلق أفق سياسي يؤدي إلى سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين ودولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة والقدس الشرقية عاصمة لها ولكن تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وبأمن هذا هو الحل الوحيد الذي يضمن السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين وكذلك للمنطقة بكاملها قيادتك صديق العزيز سيد الرئيس أساسي للتطرق لهذا النزاع والأردن مستعدة كما الحال دائما للعمل معك باتجاه هذا السلام شكرا إذن مشاهدين تابعنا هذا المؤتمر السحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل الأردني بعد اجتماعهما في البيت الأبيض نعود لأبرز ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي بدأ بالحديث عن أن فقدان كل حياة بريئة ومأساة في غزة وكذلك فقدان أي حياة في إسرائيل هو مأساة وقال أن الولايات المتحدة تعمل بنشاط من أجل السلام والأمن والكرامة للجميع في المنطقة أشار إلى المفاوضات والعمل للوصول إلى حل لإعادة الرهائن وبعض النقاط التي تضمنت هذه المفاوضات والتي لم تلقى قبولا لدى الجانب الإسرائيلي وهنا أشار إلى أنه رغم هذا الرفض يجب أن تستمر هذه المفاوضات لغاية الوصول إلى حلول يرضى بها الجميع وأيضا تلك النقطة المتعلقة بالهدنة هدنة لستة أسابيع وهي المطرحة الآن في طاولة المفاوضات قال أنه يمكن بعد تحقيقها البناء عليها للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وبعدها الحديث عن عملية السلام تنتهي بحل الدولتين في المنطقة أشار أيضا الرئيس الأمريكي إلى الموقف الأمريكي الغير غير الداعم لعملية عسكرية إسرائيلية في رفح وربطها بأنه يجب أن تتضمن خطة واضحة لحماية المدنيين الذين هربوا من العنف في الشمال وهم يحتاجون للحماية وأشار أيضا إلى معارضة الولايات المتحدة لأي نزوح قصري للمدنيين في غزة وتحدث بعد ذلك عن إدخال مزيد من المساعدات ودعوة السلطة الفلسطينية لإصلاح نفسها حتى تتمكن من حكم قطاع غزة والضفة وكافة الأراضي الفلسطينية نقطة أخرى لما تم أيضا من حديث الملك عبدالله العاهل الأردني قال لا يمكن أن نقبل أبدا بهجوم إسرائيلي في رفح والموقف لا يمكن احتماله خصوصا وأن نرفح فيها مليون شخص نازح قال نحتاج لوقف دائما لإطلاق النار وهذه الحرب يجب أن تنتهي الآن كما يجب العمل على إيصال أكبر قدر من المساعدات لقطاع غزة وكثير أيضا من الأمور سنعود إليها لاحقا نعود الآن إلى ضيفنا الدبلوماسي الأمريكي السابق في القابون ونائب القائد السابق أيضا لأفريقا سيد فيك كارتر شكرا لبقائك معنا كنا نتابع هذا المؤتمر الصحفي على المباشر ونعود إلى مشاكل الصين والولايات المتحدة في إفريقيا قلت أن إفريقيا ستكون الساحة المقبلة للصراعات الجيو استراتيجية نتذكر هنا وأنت كنت ديبروماسيا سابقا في القابون كثيرون ربطوا ما بين المحادثات الأمريكية مع الرئيس السابق علي بانجو في القابون قبل أن يحدث ما يحدث من إنقلاب هل هناك أي ربط ما بين مساعي الولايات المتحدة الأمريكية في القابون وما بين هذا الإنقلاب برأيك هذا خطأ أن نربط بين الاثنين الظروف في القابون مختلفة عن الظروف التي نراها في الساحل ويبدو أن المسار عبر القابون من ناحية متابعة الانقلاب يبدو أن الأمور متجهة نحو حكم مدني ونرى هذا في الساحل أيضا في غرب أفريقيا نتحدث عن هذه الانقلابات العسكرية هل هي أو إلى أي مدى هي تعطل أربما سياسة الولايات المتحدة في تحقيق وجلب السلام والأمن لمنطقة إفريقيا والساحل على الخصوص عندما نتحدث عن الساحل نتحدث عن الجابون المصار مختلف ولكن ما نراه هو أن الانقلابات تمنع قدرة الولايات المتحدة ومانحين ديمقراطيين آخرين على تطوير المساعدات وتسليمها إلى حكومة غير شرعية التحدي الأكبر لقادة الانقلاب في الساحل هو الانتقال إلى عملية انتقالية والوصول إلى حكومة مدنية وتأسيس عملية ديمقراطية تسمح للمانحين بالعودة لتوفير مساعدات تنموية ومساعدات أمنية الظروف الظروف الأنشطة الإسلامية الجهادية المتطرفة وحدوثها في الساحل هذا يبعث على القلق والمنطقة أصبحت مكان للإرهاب وتطرق لهذا الموضوع حيوي جدا هناك أناس يعانون وهم لا يحصلون على المساعدات لأن قادة الانقلاب قفلوا الباب أمام المساعدة الغربية شكرا جزيلا لك سيد فيلا كارتيرات ديبلوماسية الأمريكية السابق في القابون نائب القائد السابق لأفريكم كنت معنا من فرجينيا شكرا جزيلا لك استمع مجلس الأمن للإحاطة التي قدمها ميروسلاف جينشا مساعد الأمن العام لشؤون السياسي وبناء السلام في أوروبا وآسيا الوسطى والأمريكيتين حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في أوكرانيا وجددت الولايات المتحدة دعوتها لروسيا بضرورة إنهاء عدوانها على أوكرانيا واحترام الاتفاقيات الدولية الموقعة مع اقتراب الذكرى الثانية لبداية الغزو الروسي على أوكرانيا عقد مجلس الأمن جلسة إحاطة مفتوحة ناقش خلالها اتفاقيات مينسك والقرار 2202 الصادر عن مجلس الأمن عام 2015 والذي دعا إلى التنفيذ الكامل لاتفاقيات المينسك وإنهاء الحرب في منطقة الدونباس افتتحت هذه الجلسة بإحاطة لمساعد الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام في أوروبا وأسيا الوسطى والأمريكيتين ميروسلاف جينشا نستمع معا لأبرز ما جاء فيها ما زلنا نشعر بالقلق إزاء المسار التصعيدي لهذه الحرب خاصة مع تكتيف الهجمات على المدنيين والأعمال العدائية التي يمكن أن تقوض احتمالات التوصل إلى حل عادل ودائم ونحن ندرك تماما أن اتفاقيات السلام وحدها لن تنهي العنف جددت الولايات المتحدة في هذا الاجتماع دعوة روسيا إلى إنهاء عدوانها على أوكرانيا فورا كما ذكرت على لسان نائب مندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير روبرت وود بالغرض الأساسي من التوقيع على اتفاقيات مينسك ما هو نستمع معا لما قاله السفير روبرت وود إن الغرض الأساسي من اتفاقيات مينسك كما حددها جميع الموقعين هو إعادة دمج منطقة الصراع بشكل كامل مع بقية أوكرانيا واستعادة السلامة الإقليمية لأوكرانيا لكن روسيا ليست مهتمة بالسلام ومن الواضح أن روسيا ليست مهتمة بالالتزام بالقانون الدولي ولو كانت روسيا مهتمة حقا باحترام ميثاق الأمم المتحدة لكانت قرد انسحبت من أوكرانيا منذ فترة طويلة لا بد من التفكير أن اتفاقيات مينسك هي عبارة عن سلسلة من الاتفاقيات الدولية التي سعت إلى إنهاء حرب دونباس التي اندلعت بين الجماعات الانفصالية الروسية المسلحة والقوات المسلحة الأوكرانية عام 2014 والتي لعبت فيها القوات الروسية دورا مركزيا ويمكن إضافة هذه الاتفاقيات إلى القائمة الطويلة من الجهود الديبلوماسية والقرارات الدولية التي سعت إلى تسوية هذا النزاع بالطرق السلمية ولكن حتى الآن لم تنجح في تحقيق ذلك توني نداف الحرة مقر الأمم المتحدة نيويورك مثل الرئيس السابق دونالد ترامب محكمة فيدرالية تابعة لمدينة فورت بيرس بولاية فلوريدا وذلك لحضور جلسة استماع مغلقة في قضية جنائية تتهمه بأخذ مئات الوثائق الحكومية والسرية واحتفاظه بها في مقر إقامته بمنتجع مارالاقو معه بعد مغادرته البيت الأبيض الرئيس السابق دونالد ترامب مرة أخرى في أروقة المحاكم هذه المرة في مدينة فورت بيرس بولاية فلوريدا لحضور جلسة استماع مغلقة في قضية جنائية حيث يتهم بأخذ مئات الوثائق الحكومية السرية معه عندما غادر البيت الأبيض واحتفظ بها في مقر إقامته بمنتجع مارالارغو جلسة الاستماع التي ترأستها القاضية أيلين كانون حضرها محامو الدفاع بالإضافة إلى موكلهم الرئيس السابق ترامب دون حضور المدعين من مكتب المستشار الخاص بوزارة العدل جاك سميث محامو ترامب ناقشوا طلبهم للاطلاع على ملفات المحكمة بموجب قانون إجراءات المعلومات السرية وكتبت القاضية كانون في أمر يحدد جدوى الجلسات الاستماع الأسبوع الماضي يجب أن يناقش محامو الدفاع نظرياتهم الدفاعية في القضية بالتفصيل وكيف يمكن أن تكون أي معلومات سرية ذات صلة أو مفيدة للدفاع ويتهم ووتناوتا وهو مساعد شخصي لترامب وكارلوس دي أوليفيرا الذي كان عامل صيانة في مارالارغو بمساعدة الرئيس سابق ترامب على عرقلة العدالة من خلال محاولة إخفاء الوثائق السرية عن الموظفين الحكوميين وتم الاحتفاظ بالسجلات السرية في منتج عمارالارغو حيث يقيم الرئيس السابق ترامب يدفع الرئيس السابق دونالد ترامب والمتهمون الآخرون ببراءتهم في هذه القضية وهي واحدة من قضايا جنائية أخرى يواجهها الرئيس السابق رضا بوشفرا الحرة فلوريدا هذا استأنف الفريق القانوني لرئيس السابق دونالد ترامب الحكم بعدم تمتعه بالحصانة الرئاسية أمام المحكمة العليا الأمريكية وكانت محكمة الاستئناف رفضت دعاءة ترامب بالحصانة من الملاحقة الجنائية فيما يتعلق بتهم التآمر لتغيير نتيجة انتخابات عام 2020 وأمهلته حتى 12 من فبراير للطعن في حكمها أمام المحكمة العليا ومن الممكن أن يحدد قرار المحكمة العليا بشأن ما يجب فعله ومدى سرعة تصرفها ما إذا كان المرشح الجمهوري دونالد ترامب سيحكم في هذه القضية قبل انتخابات الرئاسة في نوفمبر معنا من فرجينيا عبر خدمة سكايب المحامي والخبير القانوني جون فيشريك أهلا بك سيد فيشريك في البداية الآن ترامب استأنف هل يمكن لهذا القرار أن يكون حاسما في زمن هذه المحاكمة قبل الانتخابات أو بعدها نعم الرئيس السابق ترامب في آخر عدة دقائق رفع التماسا للمحكمة التي قالت إنه لا يتمتع للحصانة أو بالحصانة في القضية الخاصة بالتمرد وقضية التمرد يمكن أن تمضي قدما الرئيس السابق ترامب كان أمامه فرصة تقديم الالتماس وقد فعل ذلك السؤال متى يمكن للمحكمة العليا أن تستمع إلى هذه القضية وهي رئيسة كل الأنظمة القضائية ومحتمل أن تتخذ القرار النهائي بشأن هل الرئيس لديه الحصانة على أي شيء وهل لديه حصانة للأعمال الجنائية هذا هو الموضوع أمام المحكمة والسؤال السرعة التي سيتم الحكم فيها هل ستكون القضية مسرعة أم بطيئة ماذا لو أسرت المحكمة على رأيها بأن ترامب لا يتمتع بالحصانة ما الذي يعني ذلك لو لا يتمتع بالحصانة من المقضاء وهذا ما ستقوله المحكمة العليا في رأيه فإن قضية السادس من يناير ستمضي قدما وهناك المثل الذي يقول لا يوجد رجل أو امرأة فوق القانون المحكمة العليا عليها أن تقرر هذه المسألة إذا قررت أنه لا يتمتع بالحصانة من المقضاء فيمكن القضية أن تنضي قدما وكذلك الاتهامات السؤال متى والسرعة التي ستحكم فيها المحكمة العليا حتى لو كان قرار المحكمة بعد الانتخابات وكان الرئيس المقبل دونالد ترامب في حالة إدانته ما هي ربما الامكاني أو الفرضيات المطروحة أمام الولايات المتحدة الآن وأمام القضاء لو حدثت الانتخابات هذا العام على هيئة المحليفين أن تتخذ قراراً هل هو مذنب بالتدخل في نتائج الانتخابات والانتخابات وأحداث السادس من يناير المحكمة ستقرر ذلك لو انتخب ترامب فلن تكون هناك محاكمة في 25 إذا خسر المحكمة ستعقد في سنة 25 الكثير يعتمد على الانتخابات وعلى المحكمة العليا إذا حكمت المحكمة العليا بسرعة فالمحاكمة ستحدث هذا العام إذا كان القرار بطيء المحاكمة ستكون في العام القادم وإذا فازت ترامب الاتهامات ستسقط أستاذ فيشويك هل نريد أو تريد الحديث هنا عن رأي عام يمكن أن يكون له دور ضاغط على قرارات المحكمة العليا خصوصا لما يتعلق الأمر بقرارات كبرى على مستوى الوطن جاك سميث المدعي العام سيحاول تسريع القرار هو قدم التماسا كي تستمع المحكمة للقضية ورفضوه في ذلك الوقت ولكن توقعاتي هذا الموضوع مهم وسامعوا الحكم الخاص بوجود اسمه على القائمة قائمة الانتخاب هناك الكثير الذي يتعلق بهذه القضية شكرا جزيلا لك لستجون فوشوي كالمحامي والخبير القانوني كنت معنا من فرجينيا جريغوري ألونزو من مدمن على الكحول إلى أحد نجوم إصلاح السيارات الكلاسيكية في شيكاغو وأليكس لافيك من مهندس مشهور إلى صاحب مبادرة لتعليم المدمنين وأفراد العصابات إصلاح السيارات كيف تقاطع مسار حياتي كل منهما دعونا نتابع هذه القصة كان مدمنا ولم يتخيل يوما أنه سيعمل في مجال إصلاح السيارات كما لم يتصور أنه سيمتلك يوما ما مشغله الخاص فهو بالأساس لم يكن يعلم أنه يمتلك موهبة خاصة في هذا المجال فقدت أمي وحماي الذي كانت تجمعني به علاقة وطيضة وكان ذلك خلال فترة حمل زوجتي فتعارضت للإجهاد كانت مرحلة في غية الصعوبة دفعتني للكحول والإدمان كنت في أوهن مراحل حياتي أدمنت على الكحول وزد وزني بشكل مهول متى قررت أنك ستغير مسار حياتك يوما ما كنت أشاهد برنامجا لإعادة تأهيل المدمنين وأفراد العصابات على إصلاح سيارات وللصدفة كان مكان تدريبي قريبا من مكان سكناي فقررت أن أطرق بابهم وحينها اتقيت بأليكس الذي شرح لي أهداف مجموعته وهو مشدني بقوة خصوصا لأنني كبرت في هذه الأحياء وكان الخطر محدقا بي من كل جانب وكنت محظوظا أنني لم أصب بأذى أليكس أليكس لوفيك مؤسس مجموعة أيم جي الخاصة بإعادة تأهيل أفراد العصابات في أحياء شيكاغو الفقيرة خرجت له قلت له كيف لي أن أساعدك قال لي إن حياته مزرية ويريد أن يستعيدها كان جريك في وضع مأساوي قال لي إنه مدمن على الكحول والمخضرات ويحتاج كل مساعدة يمكن أن أقدمها لك يرى كريغ أن الفضل في تصحيح مسار حياته يعود بشكل رئيسي إلى أليكس الذي كان على الدوام يدفعه إلى الأمام لأنه رأى فيه موهبة خاصة أليكس هو من استمر في تدريبي ودفعي إلى الأمام وأيضا قام بتشجيع على العودة للجامعة ورغم أنني لم أتخرج بعد إلى أنني أتممت المواد التي أخذتها بتفوق وجذار إعادة تأهيل السيارات وإعادة تأهيل الروح أمران متشابهان السيارات تكون مهملة ومحطمة ومتركة بلا عناية وبالتالي من الطبيعي أن تتعطل وكذلك البشر يتعرضون للصدمات أو لأوضاع نفسية أو مالية ويحتاجون للمساعدة اشتهر غريك في عالم إعادة تأهيل السيارات الكلاسيكية بعد أن أوكلت إليه مهمة إعادة تأهيل سيارة جولدن سحارا 2 المشهورة منذ خمسينيات القرن الماضي إذ شاركت في العديد من البرامج التلفزيونية كيف كان شعورك عندما علمت أنك ستعيد تأهيل جولدن سحارا 2 عندما التقيت مالك السيارة كان طلبه الأول أليتيانو بدوالي بمضيئة قلت في نفسي هذا أمر مستحيل لكن لساني سبقني وقال سأفعل جبت الولايات المتحدة بأكملها بحثا عن من ينتج مثل هذه الإطارات ولم أنجح في النهاية لجأت إلى شركة المصنعة الأصلية بعد اتصالات طويلة وبدنية قالوا لي سيعيدون إنتاج تلك الإطارات شرط أن يقبل مالك السيارة بإعادة تأيلها وعرضها في إحدى المناسبات وهكذا حضعت بالفرصة أمجد المالكي الحرة شيكاغو وصلنا مشاهدين إلى ختام نشرت من العاصمة لنهار اليوم هذه الأخبار وغيرها يمكنكم متابعتها مباشرة عبر موقعنا على يوتيوب كما يمكنكم التوصل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك ويوتيوب دمتم بخير وإلى اللقاء